جميل جداً سؤال لك أستاذ علي علي المحنشي أبو وائل يتحدث عن المعهد يقول أنه خريج المعهد لا وجود ولا تواجد ومين قال هذا الكلام هذا ليس مهما علش خريج المعاهد الآن موجودين في الشركات في القطاع الخاص موجودين وتواجدون عندما تذهب إلى شركة عبداللطيف جميل أو شركة العليان أو شركة العيسى وحتى في أرامكو وحتى في شركات لا تحضرون الآن يتواجدون فيها وأبداً موجودين وبالإضافة إلى ذلك موجودين أيضاً حتى في القطاع الحكومي وأنا تكلمت عن هذا في المجالات العسكرية عدد كبير جداً منهم في المجالات العسكرية وترقوا أيضاً فيها لأنه عندما يلتحك بالمجال العسكري يصبح وكير رقيب فني فني حاسب آلي فني أجهزة مكتبية فني في الإلكترونيات فني في المكانيكا أو في الكهرباء أو في التكييف والتبريد وفي غيرها فهم موجودين في الشركات لكن بول الشركات الشركات عندها إشكالات منحة ما نختلف أنه أحياناً يكون بينها وبين عندها يعني وما أبغى تكلم في هذا كثيراً لكن هذا واقع أنه موضوع السعودة عند الشركات كثير من الشركات تعتبد السعودة الوهمية عندما يجي شخص مؤاهل بالدبلوم طبعاً الاتفاق اللي بينه وبين الشركات لا يعطى أقل من خمسة آلاف ريال فأكثر الشركات تعطي خمسة آلاف خمسمائة الشركات تعطي ستة آلاف لكن المتدرب نفسه مع مرور السنوات إذا والله على خمسة آلاف إلى ستة آلاف يا أخي لا أطلع منه وروح للمجالات المجالات الحكومية وخاصة العسكرية لأنه في العسكرية بيحصل له على تسعة آلاف عشرة آلاف هو يفكر في الجانب المادي لأنه بيكون أسره يبغي يتزوج يبغي يكون الجانب استثماري يبغي طبعا وهذا حق من حقوق الخريجين والمتدربين فيه إشكالية في الشركات نفسها لكن خريج المعهد موجودهم موجودوا موجودون فيها ولله الحمد وأبدا أنت اذهب إلى هذه الشركات وأسأل أنت بتخرج من فين؟ والله من سيهاي أو من المعهد السعودية للترونيات والأهجزة المنزلية وهذا مصدر جدا نتشرف بذلك لكن الشركات نفسها تحتاج إلى إصلاح صراحة يعني أنها تعاني الآن تعاني من المبيعات نقص في المبيعات ونقص في المنتجات وأيضا يفضلون أيضا الأجنبي على السعودي نقول لك الأجنبي يأخذ يعني أربع جانب يأخذوا مقابل متدرب سعودي واحد وهذه إشكالية وينبغي على وزارة العمل أن تساعدنا في هذا الأمر الإشكالات يعني يواجهونها من صندوق تنمية الموارد البشرية الصندوق أحيانا إذا كان في الشركة تفصل 75% من السعوديين يمكن ما تعطيها يعني ما تعطيها دعم لأنه تأخذ متدربين لأنه اعتادت أنه تأخذ دعم ما يوازي 75% مما تعطيه للمتدرب وتعطيه للمعهد شايف ما فقط 25% اللي ممكن الشركة تفقدها ولكنها تكسب متدربين وتكسب وعلى الشركة تصبل على هؤلاء المتدربين لأنه جديد وفترة التدريب كانت سنتين وعليها أيضا أن تسقل التدريب وتقويه ما يجي والله المتدرب وهي تحتاج منه أنه تعامله مثلما تعامل المهندس لا لا كما تعمل بعض الشركات لا أنت يا الشركات جزء من التدريب في المعهد وعلى الشركة وحلن نسميه بالأوجتي التدريب أثناء العمل هذا مدة ستة أسابيع وعندنا برنامج آخر وهو ستة شهور متابعة من قبل المعهد ومن قبل الشركة للمتدرب الشركات ما يبقوا هذا الاتجاه وهذا مثل هذه البرامج لكن هذا الواقع لأنه لابد أن تصبر عليه وتتحمله في البداية ثم بعدين تحاسبه مع مرور الأيام مع مرور الزمن وأيضاً تحميه من الأجانب الموجودين في الشركات الذين لا يرحبون بالسعوديين الفنيين السعوديين معهم في الشركات نحمد والله سبحانه وتعالى أنه خريجينا على مستوى جداً كبير واستطاعوا أنهم ينجحوا في تكملة تدريبهم ودراستهم في الكليات التقنية وهذا مصدر فخر لنا لأنه يأخذ البكالوريوس أولوية لخريجي البعه في كلية التقنية بالرياض هذا طبعاً شيء جميل جداً كما هو في جدة وكما هو في الدمام وكما هو في الكليات التي تمنح البكالوريوس ترجمة نانسي قنقر